السلام عليكم وصفتنا النهاردة هنشوف ازاي نعمل هريسة الفلفل الاحمر الحار او الشطيطة بتلات طرق مختلفة وهنقول كمان استخدامات كل طريقة اول حاجة هنغسل الفلفل الاحمر لازم نغسله كويس وكمان ننشفه كويس جدا بفوطة اهم حاجة ما يكونش فيه اي مياه خالص عشان الفلفل ده احنا بنعمله عشان بنحفظه مدة طويلة يعني مثلا ممكن نحفظه لسانة كاملة والمية بتخليه بوز فعشان كده لازم ننشفه من المية خالص انا هستخدم الكبة في الفرم لو ما عندكوش الكبة ممكن تستخدمه مخرطة الملخية لازم طبعا تلبسه جوانتي عشان الفلفل ده ما يحرقش ايديكو هنشيله الجزء الاخضر ده من الفلفل بعد كده بالسكينة نقطع الفلفل ده لجزئين او 3 قطع ونحطه في الكبة ونفرمه لحد ما نخلص كل الكمية كلها وهنفرمه طبعا بدون اي اضافات الاضافات هنضفها بعد كده انا كده خلاص فرمت كل الكمية انا عملت 2 كيلو وال2 كيلو هحتاج لهم كوباية ملح الكوباية كوباية العصير او المية العادية بعد كده هقلب الملح كويس جدا في الفلفل واول طريقة هنشيل تلت الكمية دي زي ما هي في علبة دي مش هنضيف عليها اي اضافات دي عبارة عن الفلفل والملح فقط ودي بتستخدم جنب الاكلات يعني زي المقبلات كده او زي المخلل مثلا تتحط جنب الطعمية جنب اي حاجة زي مقبلات وبنجيب شوية زيت ونحطها على وش الفلفل بالشكل ده عشان الفلفل ما يبصش بعد كده تدخلوها التلاجة او الفريزر تاني طريقة هنحط حل على النار ونحط فيها شوية زيت يعني حوالي ربع كباية ونحط فلفل اصمر صحيح وورق لورة وقارفة خشب وممكن حبهان وممكن كمان قرنفل ونسيب الزيت يسخن كويس بعد كده نضيف تلت كمية الفلفل التانية بعد ما نضيف الفلفل هنقلبه مع الزيت واول ما يغلي هنسيبه حوالي خمس دقايق على نار متوسطة وبعد الخمس دقايق نشيله من على النار ونعبيه في بطرمان او علبة بس طبعا بعد ما يبرد والطريقة دي للفلفل بنستخدمها في المحاشي او اي طبيخ بنتبخه على النار حسيب بقى دي ما تبرد بعد كده هعبيها في بطرمان وبرضو ممكن احفظها في التلاجة او في الفريزر يعني لو هنستخدمها على طول بنحطها في التلاجة بس طبعا لو هتفضل مدة طويلة عندنا يفضل ان احنا نحتفظ بيها في الفريزر كده عملت طريقتين للهريسة او لشطيطة الفلفل التلت الاخير بقى او الطريقة التلتة هضيف عليها راس توم مفرومة وحجم راس التوم يكون متوسط انا عندي توم في الفريزر والتوم اللي عندي في الفريزر مفروم هضيف على التلت ده حوالي 3 معلق كبار توم وقلب التوم مع الفلفل كويس جدا بعد كده هحطه في علبة وبرضه هحطه على وشه زيت عشان طبعا الحفظ والطريقة دي بتستخدم مثلا في اي تدبيلات مثلا تدبيلة السمك لو بتعملي مثلا بتنجان مخلل او مكدوس اي حاجة بتتبل بنضيف عليها من الفلفل ده وبكده نكون عرفنا طريقة الفلفل الاحمر او هريسة الفلفل الاحمر بيتعمل ازاي بتلت طرق مختلفة وكمان عرفنا استخدامات كل طريقة منهم وبتتعمل مع اي من الاكل وكل طريقة منهم لها استخدامها المختلف ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لايك للفيديو والسلام عليكم اشتركوا في القناة